أعزائي عزيزات المتعلمين في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول معكم الملخص العلمي المعرفي للدرس الأول من المجزوء الثاني المخصص لفائدة السنة الثانية باكالوريا وعنوان هذا الدرس هو نظام القطبية التنائية والحرب الباردة والذي يأتي في سياق ما عرفته العلاقات الدولية من تحولات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا الدرس يراهن على ثلاثة أهداف كما تشاهدون في الشاشة الهدف الأول التعرف على الظروف التاريخية المساعدة على ميلاد القطبية التنائية والهدف الثاني التعرف على مظاهر الصراع التنائي وانعكاسته على العلاقة الدولية والهدف الثالث وله بعد قيمي ويتعلق بالوعي بامتدادات الصراع التنائي بين الدول إلى الزمن الراهن ولكن قبل تقديم الإشكال أو طرح إشكالي لهذا الموضوع لا بد من تحديد الإطار التاريخي للدرس فموضوع الدرس هو الصراع بين القطبي الرأسمالي والاشتراكي والمكان الذي جرت فيه الأحداث يهم مختلف المجالات العالمية والزمن يمكن تحديده في النصف الثاني من القرن العشرين من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى انهيار جدار برلين وكتقديم فقد عاش المجال العالمي بعد الحرب العالمية الثانية صراعا متعدد المظاهر بين المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي كانت له آثار عميقة على تطور العلاقات الدولية أما الإشكالية فيمكن صياغة السؤالين التاليين فما هو السياق التاريخي لبروز القطبية التنائية وما مظاهر الصراع بين القطبين في ظل الحرب الباردة والأولى والتانية السياق التاريخي لبروز القطبية التنائية يمكن أن نجمله في ثلاث أحداث رئيسية وقبل ذكر هذه الأحداث لا بد من التذكير أن هذا السياق محكوم بما عرفته العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب حيث برزت قوتين عظميين هما الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة تانية أما بخصوص الأحداث التاريخية التي مهدت لبروز القطبية التنائية كما تشاهدون في الشاشة فهناك أولا إنعقاد عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر طهران 1943 ومؤتمر يلطا في فبراير 1945 وهناك كذلك مؤتمر بطضان ونعود هنا إلى مؤتمر يلطا الذي دعا إلى تصفية نازية ودعم الأنظمة الديمقراطية في أوروبا والتخفيف من معاناة سكانها جراء الحرب الحدث الثاني هو إعلان وينستون تشيرشيل ميلاد فكرة السطار الحديدي في مايو سنة 1945 والصورة التي تشاهدون تبين المشاركون في مؤتمر يلطا الذي نعقد في جزيرة القيرم سنة 1945 وهناك حدث ثالث ساهم في ميلاد هذه القطبية التنائية ويتعلق الأمر بإعلان الولايات المتحدة كما تشاهدون في الشاشة دائما مشروع مرشال في يونيو 1947 لمحاصرة المد الشيوعي ما يهمنا في هذه الأحداث هي أنها أفرزت خلافا بين الدول العظمى الاتحاد السوفيتي ودول الحلفاء من جهة ثانية خاصة حول مصير ألمانيا وحول طبيعة الأنظمة السياسية التي يمكن دعمها في أوروبا الشرقية بالنسبة للمحور الثاني فيمكن أن نلخص مظاهر الصراع بين القطبين في الحرب الباردة الأولى في الجدول الذي يظهر أمامكم فهناك من جهة تدابر المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وهناك من جهة أخرى تدابر المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي أما بالنسبة لأهم الأحداث التي عرفها المعسكر الرأسمالي فقد أشرنا إلى إعلان مشروع مرشال في 5 يونيو 1947 ردا على الطموحات السوفياتية في مد النفوذ الشيوعي في أوروبا ومن جهة أخرى رد المعسكر الاشتراكي بتأسيس مكتب الإعلام الشيوعي أو ما سمي بالكومينفورم سبطانبر سنة 1947 وكان الهدف منه الدعاية للنظام الاشتراكي وحشد الأنظمة واحتواء الدول في الحدث الثاني في هذا التدابر دائما إذا عدتم إلى الجدول فهناك تأسيس المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 1948 وهو تكتل اقتصادي كان الهدف منه التعاون المشترك بين الدول الأوروبية على المستويات الاقتصادية ومن جهة أخرى رد المعسكر الاشتراكي على هذا الإجراء بتأسيس مجلس الكوميكون سنة 1949 للتعاون الاقتصادي المتبادل أما الحدث الثالث فهو تأسيس حلف الشمال الأطلسي سنة 1949 بزعامة الولايات المتحدة وكان رد الاتحاد أو المعسكر الاشتراكي هو تأسيس حلف ورسو سنة 1955 فيما يخص أهم الأزمات التي عرفتها مرحلة الحرب الباردة الأولى فهناك ثلاث أزمات الأزمة الأولى هي أزمة براك وهي تظهر كما في الشاشة أزمة براك سنة 1948 استيلاء أعضاء الحزب الشيوعي على الحكم في تشيكو سلوفاكيا بدعم من الاتحاد السوفيتي فخرج العمال للتظاهر ولدعم هذا النظام كما يظهر على الصورة الأزمة الثانية أزمة برلين الأولى وفيها حاصل الاتحاد السوفيتي برلين الغربية من قبل السوفيات لمنع وصول إمدادات الغربية إليها وانتهت بتقسيم ألمانيا إلى دولتين ألمانيا الشرقية من جهة وألمانيا الغربية من جهة تانية الأزمة الثالثة وهي الأزمة الكورية وهي كما تظهر في الشاشة عندكم وامتدت من سنة 1950 إلى 1953 بهجوم كوريا الشمالية المدعومة من السوفييت على كوريا الجنوبية وانتهت بالعودة إلى إقرار خط عرض 38 درجة كحد فاصل بينهما كما يظهر في الخريطة والآن يمكننا أن نمر إلى المحور الثالث في هذا الدرس والمتعلق بمظاهر تعايش السلمي بين المعسكرين وتمتد هذه الحقبة من 1953 إلى 1975 وشهدت العديد من الأحداث أو اتخذت عديد من المظاهر المظهر الأول نهج نيكتا خروتشوف الذي جاء إلى حكم الاتحاد السوفيتي بعد سطالين نهج لسياسة الانفتاح والتعايش مع الولايات المتحدة المظهر الثاني الذي يمكن أن نرصده في هذه الحقبة هو تعدد لقاءات سياسية بين زعماء الدول المظهر الثالث التخفيف من حدة تسابق نحو التسلح بتوقيع عدة اتفاقيات أهمها مثلا اتفاقية سلط الأولى سنة 1972 والصورة التي تظهر على الشاشة تظهر الرئيس نيكسون والرئيس السوفيتي بيرجينيف لحظة توقيع هذه الاتفاقية فيما يخص الأزمات التي عرفتها هذه المرحلة لأنه رغم التعايش السلم الذي عرفته العلاقات الدولية ظهرت مجموعة من الأزمات السياسية على الأقل هناك ثلاث أزمات منها مثلا أزمة برلين الثانية سنة 1961 والتي تم فيها بناء جدار برلين يمنع التواصل بين شطري مدينة برلين من قبل حكومة ألمانيا الشرقية والأزمة الثانية أزمة الصواريخ بكوبا 1962 باكتشاف الولايات المتحدة لقاعدة للصواريخ تابعة لروسيا في الأراضي الكوبية أما الأزمة الثالثة فهي حرب الفيتنام التي امتدت من 1954 إلى سنة 1975 بين الفيتنام الشمالية الشيوعية والفيتنام الجنوبي المدعومة عسكريا من قبل الولايات المتحدة ومعروف أن الصراع بين الفيتنامين انتهى بتوحيد الفيتنام على يد الفيتنام الشمالية وانتهت هذه الأزمة سنة 1975 ويمكننا الآن أن نمر إلى المحور الرابع في هذا الدرس والمتعلق بمظاهر الحرب الباردة الثانية كما يظهر على الشاشة دائما والممتدة من 1975 إلى 1989 وقد تجدد الصراع في ظل الحرب الباردة الثانية ومن مظاهر هذا الصراع التدخل السوفيتي في أفغانستان سنة 1979 لدعم النظام التوري ومعروف أن أفغانستان كانت تتبنى نظاما اشتراكيا ماركسيا كان يلقى الدعم من الاتحاد السوفيتي في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تدعم المجاهدين الأفغان أو الحركة الإسلامية في أفغانستان ومن مظاهر الحرب الباردة الثانية أيضا لجوء الأطراف المتصارع على استعمال حق الفيطو بما يخدمه مصالح كل تيار أو كل قطب ومن المظاهر أيضا اشتدت تنافس العسكري بحيث أطلقت الولايات المتحدة ما سمي ببرنامج حرب النجوم ومن المظاهر أيضا انتقال الصراع من المجال العسكري ليشمل عدة مجالات سياسية وكذلك المجال الرياضي بحيث عملت كل دولة أو كل قطب على مقاطعة الألعاب الأولمبية التي نعقدت في أو التي أجريت في إحدى هذه البلدان بناء على هذه المحاور التي شاهدناها أو التي عرضناها يمكن لك يا عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة التوصل بعد متابعة هذه الحصة إلى النتائج التالية وهي سوف تظهر على الشاشة فهناك على الأقل ثلاث مراحل مرت منها هذه العلاقات المتوترة في ظل ما سمي بالحرب الباردة مرحلة الحرب الباردة الأولى وامتدت من 1953 إلى 1947 واتسمت بتكوين تحالفات عسكرية واقتصادية وإعلامية وتعدد الأزمات السياسية والتنافس على احتواء بلد العالم المرحلة الثانية سميت بمرحلة التعايش السلمي وامتدت من 1953 إلى 1975 وعرفت انفراجاً في العلاقات الدولية بين المعسكرين المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الحرب الباردة الثانية وامتدت من 1975 إلى سنة 1989 بعودة التوتر في العلاقات الدولية وامتداد مجال هذا الصراع إلى المجال الديبلوماسي والرياضي وهناك ثلاث مفاهيم أساسية تؤطر عملنا في هذا الدرس والمفهوم الأول هو القطبية التنائية المفهوم الثاني هو مفهوم الحرب الباردة والمفهوم الثالث هو مفهوم التعايش السلمي نشكركم أعزائي عزيزات المتعلمين على تتبع هذه الحصة من حصص دروس تاريخ المقدمة لفائدة السنة الثانية باكالوريا ترجمة نانسي قنقر